بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو عزيزيزي المشاهدين في حلقة جدا من بنامجكم الكورة مع ميجا يا ريت يا جماعة اللي متفرج على الحلقة يشوف الحلقة للاخر لان حلقة شيقة وفيها اخبار كتير يعني وشير وسبسكريب على قد ما تقدره نخش على اخبار السوق الانتقالات العالمية اللي شغال دلوقتي على المدربين واللعيبة يعني حنلاقي ان برشلونة يعني اللي داخل بكل قوته وعمل صفقتين سريعا وانجز فيهم صفقة الاولى سيرخوا اجوير نجم اه هجوم منشستا سيتي اللي برشلونة بيقول انه تعاقد معه عشان رجل هدفه جاب ميتين وستين جون وكلام من جدع بس انا شايف ان الكلام ده مش يعني مش لا انه حقيقي ولكنه كلام مش منطقي بدلال انه جاب الميتين وستين دولف عشر مواسم يعني يعني معدل ستة وعشرين هدف في السيزن يعني وشوف هو بيلعب ماتشاطة دي في السيزن يعني بيلعب له بتاع خمسين ستين هدف خمسين ستين ماتش في السيزن يعني كمان ده بلاس انه سنه كبر كمان ولكنه انه بيقولوا انه برشلونة انه تجديد تعاقد ميسي من ضمن شروط تجديد تعاقد ميسي انه يتعاقدوا مع سيرخوا اجوير لانه مصحاب جامد يعني وانه بيناسب طريقة لعب برشلونة والكلام من هذا القبيل يعني ده الصفقة الاولى يعني اللي حصلت خلاص وحصل الكشف الطبي والصفقة خلصت خلاص ومنتهى الكلام فيها يعني كمان جابوا ايريك جارسيا كمان نجم دفاع منشصة ستة من نفس الفريق برضو المعلم جوارديولا متسهل خالص معاهم صحيح ما نسمع الناس عنه السيزن اللي فات كتير في خط الدار اللي كان بيلعب دياز او ستون او كلا ولكن مسمعناش عنه كتير السيزن اللي فات لكنه نقوله لعيب جامد ولعيب صغير وتعاقد برشلونة تعاقد معايا في صفقة انطقاء الحر للمدة خمس سنوات وشرط جزائي ربعمية مليون يورو لو حب يفسخ العقد دول الصفقتين اللي برشلونة عملهم وخلصهم خلاصوا لكن فيه كلام كبير على ان برشلونة كمان عاوز يجيب حارس مرمى ميلان اللي هو دونا روما وصراحة حارس جامد دونا روما حارس جامد صراحة يعني كل الناس اللي متابعة الكوري انا عارفين ان هو حارس جامد جدا ولكن بيقولوا ان تيرتشيجي المستوى اقل في الفترة الاخيرة دي وهم عاوزين يجيبوا دونا روما لانه حارس مرمى قول بل لكن انا شاف ان تيرتشيجي اقين بالواجب وزيدة وانه حارس مرمى قوى يعني بس كمان مش اخبار مؤكدة يعني لان الكلام كتير حوالي دونا روما الفترة الاخيرة وفيه كلام انه كمان اليوفي عرض عليه وهو حابب يلعب لليوفي وعقد انتهى قريد مع الميلان والميلان عرض عليه 8 مليون يورو لكنه حابب يروح ليوفينتوس والليوفينتوس عرض عليه 6 مليون يورو في السيزن بس ولكنه حابب يروح ليوفينتوس طبعا انا فاهم وجهة نازرة عاوز يروح على المكان اللي يعمل فيه تاريخ ويعمل فيه بطولات ويعمل فيه الحاجات دو كلها هو مش عاوز طموح بس يعني ونخش على اخبار ريال مدريد ريال مدريد انا هتعاقد مع انشيلوتي اللي كان مسيقهم اصلا من 4-5 سنين وفشل معهم ولكنه بيعود تاني لريال مدريد من جديد بعد فسخة عاقده بالطلاطة مع نادي ايفيرتون لانه كان عاقده مع ايفيرتون لعشرين 24 لكنه طبعا فضل نادي ريال مدريد نادي نادي كبير نادي عريكل نادي له تاريخ ونادي بينافس على كل بطولات كل السيزن يعني فطبعا كان لازم يسيب ايفيرتون الخبر التاني اللي حولين ريال مدريد راموس تخيلوا جماعة ان ريال مدريد ممكن يسيب راموس راموس اصلا في الفترة الاخيرة اصلا يعني الى جانب انه كبر بالسن هو ومارسله والجماعة خط الظهر بتاع ريال مدريد لكن راموس فعلا اديه الفترة الاخيرة واصاباته كترت فعلا وحتى لو شفنا النادي ريال مدريد اعلن عن قميسه الجديد وعمل الاعلانات وما كانش موجود راموس فيها اللي راموس كل سنة كنا منشوفه في اعلانات تجديد القميس فدي يعني بوادر كده ان بتقول ان راموس غالبا هينتقل من الدوري الاسباني وغالبا هيروح الدوري الانجليزي وبالتحديد منشستا سيتي ان فيه كلام هيروح على منشستا سيتي اه ده بالنسبة لريال مدريد هنخش على ليفربول ليفربول عاوز يجيب مدافع اسمه رافينا دياز سوري عاوز يجيب مهاجم رافينا دياز مهاجم ليتز يونايتد انا اصلا مشتطوش لعب كتير قوي يعني كل اللي واخد الصورة الفترة الاخيرة كان بامفورد ولكن فجئنا ريال مدريد ان عاوز يجيب رافينا دياز ومستعد ليفربول ان يدفع 32 مليون سترليني مبلغ كبير جدا ولكن هنشوف الايام الجاية هتخلص على ايه يعني كمان ان محمد صلاح الخبر التاني عن ليفربول ان محمد صلاح محطوط في القائمة تبع التمن لعابة اللي يختاروا منهم احسن لها في الدورة الانجليزي بالنسبة للمسلم المنتهي اللي هو عشرين وواحد وعشرين كمان اه الدول لو روحنا لو طيرنا على طول عالدول الالماني هنلاقي ان رومجي مدرب باير ميونيخ اه النهات ده سلم الراية لأوليفر كان اللي معافش اوليفر كان يا جماعة ده كان نجم اه حراسة المرمى في باير ميونيخ لعقود طويلة ولكنه بيعود لباير ميونيخ من جديد من خلال التدريب ولكنه هيبقى مدير فن مش مدرب حراس مرمى والصورة قدامك على الشاسة اه كمان اه نطلع من الدول الالماني نروح عالدولة تركي هنلاقي ان جلاط اسراي اللي بيلعب فيه نجمنا مصطفى محمد اه مهتم بالحصول على خدمات اه كريم منتخب مصر ولاعب نادي ملطية سبورت التركي عمل سيزون كويس وعشان كده فيه اكتر من نادي تركي بيتنفسه عليه اه وهو كمان حابب انه يلعب بجاني مصطفى محمد بنتمنى له كل التوفيق ونتمنى له نشوفه في جلاط اسراي ان شاء الله اه نرجع تانى عالدولة الانجليزية هنلاقي ان هاري كين يا جماعة عليه هاري كتير وكلام كتير للفترة الاخيرة هاري كين عاوز يروح منشسة سيتي هاري كين مش قادر يحقق طموحه مع توتنهام وتوتنهام عمله ما بيدعمش الفريق بصفقات سوبر ولا يعني بقاله كم سنة وصل مرة نهاية دول الابطال وبينوش كده على الدور المحل ولكنه ما بيحصلش عليه كبير وبياخد الهداف بيطلع من عنده زي السنة دي هاري كين اخد الهداف هدف عن محمد صلاح ولكن هاري كين عاوز يسيب الفريق كمان ادارة نادي توتنهام عاوز تسيبه بحيث لا تاخد فلوس وتقدر تستغله في شراء لعبة تانين وفيه كلام ان هم عاوزين ياخدوا رحيم استرلينج رحيم استرلينج وخيسيوس مقابل هاري كين ولكن ملاك نادي توتنهام خايفين من غضب الجماهير هنستنى الايام الجاية نشوف ايلا هيحصل ونشوف هاري كين هيرو عند جوارديولا والا ايه العملية هتقف على ما هي ولكن هاري كين ابدل اغبطه وتكلم في صحف وقال ان هو هو عاوز يلعب للسيتي يعني اخر بقى نختم بقى اخبارنا بالاخبار المحلية والدور المصري وهو خبر وحيد اللي عندنا ان النادي الاهل خلص مع كريم فؤاد اللي هو لاعب نادي النجوم المعار لنادي امبي نادي امبي يا جماعة كانوا عنده كريم فؤاد اللي هو بلعب باك يمين وبند وفيه بند في العقد ان هو يقدر يشتريه قبل يوم واحد وثلاثين خمسة ولكنه ما فعلش بند حقية الشراء ولكن تلقى ان رئيس نادي محمد الطويل الرئيس نادي النجوم وقال ان حتى لو لو امبي عاوز يشتري اللاعب دلوقتي عادي ما فيش اي مشكلة ان التاريخ عادة وكده احنا موافقين احنا العلاقات اللي بيننا وبين نادي امبي علاقات طيبة فما فيش اي داع ان احنا نعمل مشاكل واحد عادة لو هم عاودين يشتروه حتى والتاريخ انته عادي بس سنة اللاعب ده خمسة عارة كده لكن نادي امبي عنده وعنده في التعاقدات فما مش يقدر يتعاقد مع كريم فؤاد بالمبلغ ده عشان ما يحصل بلبلة عنده في الفريق وكمان البدجت طبعا النادي الميزانية طبعا النادي ممكن تختلي يعني فهو غالبا اهلا مش هيا ان انا عصابك غير لما السيزن ينتهي عشان اللاعب اللي بتلعب في نفس المركز وكده ما حصل لها احباط او كده ولكن الاهلي خلص صفقة كريم فؤاد بس دي كل الاخبار اللي عند النهارده وان شاء الله هنعمل لكم حلقة بكرة وبعده تاني عن الدور المصري وكده كابتن عماد حسين اللي هو معد الحلقة اللي فاتت العجبة الجماهير هو وعدنا نعمل اعداد الحلقة عن الدور المصري هنعمل كده خفيفة او سمري خفيفة عن السيزن من اول مبدأ لحد النهارده والمناشوات اللي شغالة دلوقتي والناس اللي عاوزة تلعب والناس اللي عاوزة تأجل فده هننزل بيها ان شاء الله خلال يومين ثلاث اتمنى الحلقة تكون عجبتكم اشيروا لك يا جماعة مهمة جدا واشوفكم في حلقة قريبة ان شاء الله شكرا